السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته نهاردة نتعرف مع بعض على الوحدة السابعة قواعد طبعا الوحدة السابعة كلها بالإضافة إلى الدرس الثاني لصف الرابع الإبتدي يونت 7 تتكلم عن يونت 7 تتكلم عن زمن مهم جدا مركز على زمن اسمه الماضي البسيط فكرة الماضي البسيط زي في اللغة العربية بالضبط إنه بيبقى في أزمنة في فعل بيحدث في المضارع فعل انتهى في الماضي فعل سيحدث في المستقبل في اللغة الانجليزية عندهم نفس الفكرة في أفعال بتحدث في المضارع أفعال انتهت في الماضي وهكذا الأفعال اللي انتهت في الماضي بيستخدموا معها زمن اسمه أو زمن الماضي البسيط زمن الماضي البسيط يبقى الماضي البسيط باستخدموا إمتى للحديث عن أفعال انتهت في الماضي طالما الفعل اللي عندي انتهى في الماضي يبقى لازم نستخدم زمن الماضي البسيط طب إزاي بنستخدم زمن الماضي البسيط تركيزنا كله على الافعال. الافعال بنقسمها لمجموعتين. المجموعة الاولى بنسميها او افعال منتظمة. معنى افعال منتظمة يعني ايه? يعني لها نظام. لها قاعدة بنمشي عليها عشان كده سموها منتظمة. ايه قاعدتها طيب? قاعدتها سهلة جدا. هاجف اخر الفعلة وهروح ضيف له يتحول لماضي. يبقى اي فعل منتظم هاجف اخره واضيف له اي دي. انزق له اي دي في الاخر كده. يبقى ماضي. مسلا فعل زي يلعب. اضيف له اي دي. يساعد. اضيف له اي دي. فعل اضيف له اي دي. وهكذا يبقى هنا كله انا بعملو اضيف اي دي. للفعل يتحول لماضي. هتقول لي ده موضوع سهل جدا. تمام سهل خالص. بس خلي بالي لو انتهى الفعل باي? الاي موجودة. يبقى نضيف دي بس. ليه? لان الاي موجودة خلاص يبقى ناقص اي ايه? ناقص ندي. نضيف له دي. فعل زي لايك يحب اخره ايه? لايكت لايكت. نضيف له دي. فعل زي يعيش اخره ايه? نضيف له دي. طيب لو انتهى الفعل بواي. ابص على الحرف اللي قبليه. لو قابليه حرف متحرك ما فيش اي مشكلة هنضيف يلعب هنضف لها ما فيش اي مشكلة طب لو قبل حرف حرف دي هنقلبها الاول ونضيف برضو لان لازم تبقى موجودة يبقى طبعا من اهم الافعال في عندنا فعل يحاول يبكي يزاكر او يدرس دي من اهم الافعال اللي انا بحولها طبعا زي ما نشايفين قاعدة سهلة جدا نبتدي نطبق مع بعض في او في الامثلة عايز اقول الوقت ان جدي نظرة يمينا ويصالا جدي يعني يبقى هبدأ جملة بالفعل اللي هو الفعل عندنا فعل ينظر هنضف له يبقى خلي بالكم هنا بتتنطق زي تتنطق عشان قبلها حرف الكي يبقى نظرة يمينا ويسارا يبقى عشان احول الفعل الماضي دفت له ايدي طيب عايزين نقول نحن لعبنا كرة القدم في هذا الشارع بالامس يبقى نبدأ الجملة بالفعل نحن يلعب هنضف لها ايدي يبقى كرة القدم في هذا الشارع بالامس طيب عايز اقول ان جدي مشى الى الشجرة جدي يعني فعل يمشي هنضف له ايدي تبقى ايه تبقى مشى الى الشجرة طب لما اجي اقول الوقت كنا نعيش في القاهرة العام الماضي عشنا في القاهرة السنة اللي فاتت يبقى نحن يعني ويه فعل يعيش ما ننساش فعل ده ايه فعل اخره ايه طالما اخره ايه بقى نضف له ايه نضف له دي فقط يبقى هنا هنضف له دي هنضف له دي طب هم زاكروا بجد زاكروا كويس بالامس هم يعني ذي ذي ذاكروا فعل خلي بالكو حرف الواي هيقلب الى اي ونضيف يبقى كده احنا عرفنا ازاي نحول اي الفعل منتظم لماضي باضافة اي دي او دي او اي اي دي طيب في المجموعة التانية يعني انت لسه اقيل ان في مجموعتين في مفعال منتظمة يبقى المجموعة التانية ايه نعكز بقى غير منتظمة افعال غير منتظمة طب الافعال الغير منتظمة دي نعمل فيها اي لها نظوم ما لهاش نظوم يبقى نحفاظها زي ما هي تتحفظ كما هي منها مثلا على سبيل المسال عارفين كلنا ام و ايز يتحول لواز خلي بالي ام و ايز الماضي منها بتيجي مع المفرد تتحول لواير يعني كانوا بتيجي مع الجمع هاف و هاز اللي اتنين بيريحونا اللي اتنين يتحولوا لهاد يعني امتلك كان لديه في الماضي فعل جو يذهب و انت ذهب ساي يقول سد قال فيل يشعر فلت شعر نو يعرف نيو عرف سي يرى سو رأى باي يشتري بوت شترى ون يفوز وان فازة يأخذ اخذ يزرع او يكبر او ينمو لها معاني كثيرة جدا زرع كبيرة نمى وهكذا يجد وجد يشرب شربة يبقى زي ما انتم شايفين الافعال دي تحفظوها زي ما هي كده يا جماعة خلاص لان دي ملهاش نظام عشان كده سموها غير منتظمة ناخد امثلة عايز اقول ان جدي كان متحمس جدا مبارح جدي يعني هتقول لي هنت كل شوية جدي 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 اه اصلي بس يعني القصة اللي عندنا هيبقى في بتتكلم عن فعشان كده احنا واخدين بعض الامثلة من القصة يعني مركزين على امثلة القصة يبقى جدي يبقى ده ايه مفرد يبقى ياخد بتيجي مع المفرد وير مع الجامل يبقى كان متحمسا جدا بالامس انا اشتريت الليلة الماضية انا يعني اي طيب اشترينا اجيب الماضي من باي ماضي من باي بوت اي بوت ان ايس كريم واس تنايت طبعا عايز اقول هم اخذوا سور التقطوا سور الاسبوع الماضي هم يعني ذي الماضي من تيك ياخذ كده اتعرفنا ازاي ان انا اعمل جملة في الماضي البسيط هنتعرف الوقتي على الناجتوف ايه الناجتوف ناجتوف يعني النفي نفي ما ننساش النفي نفي الماضي البسيط هكي فكرة الماضي البسيط فكرة سهلة جدا لو لقينا هتبقى خلي بالكم معايا في الجزء دي لان انا مش كاتبها طبعا اعرفوها كده لو لقينا وعايزين ننفيها هتبقى لان ده اسمه فعل مساعد طيب اي فعل تاني بقى في الماضي البسيط اي فعل اخر هروح جايب له فعل مساعد من برا يبقى ما اجي امفي اعملي اجيب فعل مساعد خارجي اللي هو هروح جايب وامفيها يبقى يا اما اختصرها تبقى يبقى انا دي جبتها منين جبتها من برا مش موجودة في الجملة اصلا يبقى انا جبت وبعد ما اجيب ارجح الفعل في المصدر يا جماعة ما اجيبش ماضي تاني 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 مخلي بالكم تاني ان طالما انا استخدمت للنفي ما يجيش بعدها ماضي لا يجي بعدها فعل في المصدر ليه لان اصلا في الماضي فما بيجيش بعدها ماضي تاني ناخد مثال عايز اقول الوقتي هي لم تذهب الى المدرسة بالامس يعني هي ما روحتش المدرسة مبارح يبقى نمشي خطوة خطوة هي يعني اه هنمفي بايه هنمفي بايه دي دينت هنجيب فعل مساعد خارجي دينت الفعل اللي بعديه يبقى لا طبعا الفعل اللي بعديه يبقى في المصدر يبقى هي دينت هي لم تذهب الى المدرسة بالامس عايز اقول ان هما ملعبوش كرة قدم الليلة الماضية هم يعني دي دي طيب هنمفي نجيب فعل مساعد من برا لبا يبقى هي دي دينت لأ طبعا ما ينفعش اقول ددينت في الماضي وبعدها في الماضي يبقى هي ديدينت لي فوتبول ليست نايت يبقى لم يلعبوا كرة القدم الليلة الماضية لست نايت لاي توقع ان توقع ان يقل بعد الي استرى واقتبا السقال بنسميه او السؤال بهل ازاي اعمل سؤال بهل زي ما عملنا النفي بالزبط يا جماعة ما فيش اي مشكلة. رأي هجيب فعل مساعد منين? من برا. فعل مساعد خارجي. غير موجود في الجملة. جيبت فعل مساعد من برا. هيكون ايه? هيكون داد. هحطه في الاول هبدأ بالسؤال او هبدأ بالسؤال. يبقى انا بدأت بعد داد الفاعل. طيب ينفع بعد كده حط الفعل في الماضي? لأ طبعا ده غلص كبير. لازم يكون الفعل في المصدر بدون ايات اضافة. يبقى بعدها فاعل بعدها في المصدر. وبنجاوب على السؤال ده. انا عايز اسأل واحد هل والدك اشترى الخضروط ام لا? يبقى اول حاجة هل دي يعني يبقى هبدأ بالد. والدك هنا الغلطة اللي بيغلطها ناس كتير يقولوا ايه? بوت. لأ طبعا باي. باي. ليه باي? لان في الماضي. فما بيجيش بعدها ماضي. يجي بعدها مصدر. يبقى هل اشترى الخضروط ام لا? ممكن يجاوب بيس. يبقى ياس هي داد. طيب سؤال ثاني هل انت نمت متأخرا بالامس? هل في الماضي يعني داد يا جماعة ما ننساش هل في الماضي داد داد هل داد. رأي داد انت يو. الفعل يبقى ايه? في المصدر سليب. سليب. داد يو سليب وايت يسترى يبقى هل نمت متأخرا بالامس? مجا جاوبه بقول له ايوة نمت يبقى ياس اي داد. اكي? يا اما اي. اما اي داد انت. طبعا لو ما نمشي متأخر يبقى اي داد انت. يس اي داد ونو اي داد. يبقى ما ننساش يس اي داد فعل فعله في المصدر. طيب لو واحد شوتر بقى الا انا عايز بقى اعمل سؤال بقى تتفهم. عايز اسأل اقول ايه? اين ذهبت? ماذا اكلت? ماذا استيقظت? اللي هي الاسئلة كبيرة دي بقى اعمل ايه? خطوة واحدة فقط. هنعمل خطوة واحدة فقط. ايه الخطوة دي? ان انا هحط اداة الاستفهام قبل السؤال بها. بس كده اوه هي الخطوة الوحيدة الفريدة السهلة جدا دي. بقى انا هبدأ بأداة استفهام في الاول. بعد كده هروح منزل ايه? هنزل السؤال بها. اللي هو والفاعل والفعل في المصدر. تاني هقولها مرة تانية. اما يجي اعمل سؤال بأداة استفهام. هنبدأ بأداة الاستفهام. وبعدين ننزل السؤال بها. هل يبقى استفهام? بعد كده طبعا فاعل فاعل في المصدر. بصوا معي في السؤال اللي جاي. لو انا عايز اسأل واحد ماذا فعلت بالامس? سؤال مهم. ما او ماذا? هنجيب بها فاعلة مساعدة. يبقى الفاعل الفاعل في المصدر. طب لو عايزة لجمعة اللي فايتت. الليلة الماضية وهكذا دي كلها كلمات دل على الماضي مش هتفرق. اين زهبت الصيف الماضي? اين يعني هنبدأ بقى استفهام الفاعل المساعد بتاعي زاد. الفاعل يو انت. الفاعل في المصدر ايه الكلمات الدل على الماضي يا جماعة? ودي بقى من اهم اجزاء الماضي البسيط. طبعا ليه? لان هي دي اللي هتساعدني في الاجابة على الاسئال. نركز فيها كويس اجمع. اول ما تلاقوا الكلمات الاتية كلمات دي يعني? اعرفوا ان الجملة في الماضي البسيط. طب زي ايه? يبقى كلمة يستردي 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 يعني يستردي يعني بالامس. امس. كي? يبقى كلمة بتدل على الماضي. اغو 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 يعني منذ اغو اغو تدل على الماضي اغو دونت فوركات. يبقى في عندنا يستردي وفي عندنا كمان ايه اغو يعني منذ في الماضي. في عندنا ان ويجي بعدها عام بس طبعا يكون عام ايه? عام قديم عام ماضي انتهى في الماضي. يعني يقول لي مسلا في عام الفين في عام الرايت مسلا وهكذا. اول ملايقين وعام يبقى اعرف ان الجملة بتاعتيه في الماضي. ايه كمان اول ما تلاقوا كلمة يا جماعة دي مهمة جدا. مهمة جدا. اول ما تلاقوا اعرفوا ان ايه الجملة بتاعتكو في الماضي. اي اه اي سواء كانت قليلة او كبيرة يعني لو قال لي ليلى مسلا ليلة الماضية حاجة فترة صغيرة يبقى ده ماضي اسبوع ماضي ماضي برضو شهر ماضي ماضي العام الماضي. طبعا ما بدأت اعرفوا انها في الماضي. اهم طبعا تلات كلمات على الماضي اللي بيركزوا عليهم السنة دي. في عندنا يسترداي اجو لاست. يسترداي اجو لاست. تاني يسترداي امس اجو منذ لاست الماضي. اول ما تلاقوا الكلمات دي اعرفوا ان الجملة في الماضي. طب نعمل ايه بقى نحول الفعل للماضي. يعني بصوا معايا في الجملة دي. عايز اقول هم ساعدوني بالامس. هم نضف لها ايدي. بقى طب عايز اقول ان هو لم يذكر الليلة الماضية. يبقى هو لم يذكر الليلة الماضية. طب الله عايز اسأل هل ذهبت الى الحديقة. حديقة الحيوان الاسبوع الماضي. بقى نبدأ بـ did. فعل المساعد. did she go to the last week. كلمة دل على الماضي. ماذا فعلت بالامس? what did you do yesterday? كده احنا تعرفنا على قاعدة او الماضي البسيط. بالتفصيل. الوقت. وقت الاسئلة يا جميع. طبعا القاعدة دي هتجلنا في سؤال ايه? في سؤال تصحيح الاخطاء. وطبعا فكرتها بسيطة. بصوا هتعملوا ايه? كل اللي انتو هتعملوا حاجة بسيطة جدا. بصوا في الجاملة. لقينا كلمات دل على الماضي. نحول الفعل الى ماضي. تاني ها. انا لقيت كلمات دل على الماضي. هتجيبوا الفعل بتاعكم ده الموجود. بين الاكواس وتروع ما حوالينه الايه? ما حوالينه الماضي. تمام? طب لو لقينا او didn't يبقى بعدها الفعل في المصدر. بس كده هو دول اهم حالتين بيقوا في الامتحي. نجد ركز طيب مع بعض كده في الجملة الاولى. بيقول نجد ركز طيب مع بعض كده في الجملة. نجد ركز طيب مع بعض كده في الفيديو ونحل الاسئلة دي بنفسينا. وبعدين نرجع نتأكد من الاجابات. اول ما يجيب لي هنا كلمات دل على الماضي شايفين كلمة دي يعني ايه? يعني في الماضي. شايفينها كلنا? يبقى الفعل اللي احنا عايزينه ايه? لازم يكون في الماضي. القرية دي مفرد. ما تاخدش تاخد في الماضي. القرية كانت يبقى طيب بصوا معايا في اللي بعدها بيقول لي في عندنا كلمة كلمة تدل على ايه? على الماضي. كلمة كلمة تدل على الماضي. يبقى نحول هل نجيب الماضي من داز. الماضي من داز يا جماعة ما ننساش. دو داز. الماضي منهم دد. دد. كاي? بيقول لي دي كلمة تدل على الماضي. الاسبوع الماضي. يبقى نحول هل دد. 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 يجيب واحد بقى يقول لي ما تجملة صحة وكويسة وزي الفل. ازاي? يقول لي دي كلمات ده اللي على الماضي في الماضي. لا اهي المشكلة ان في عندنا شايفين اول ما تلاقوا او ييجي بعديهم الفعل في المصدر. فعل بعد في المصدر بدون اي اضافات. يبقى نفس الفكرة بصوا هنا في دد. دد هي. يبقى الفعل في المصدر. دد هي. جو. دد هي. جو. باي بلين. في عندنا يستر دي. يستر دي. بالام. اه طالما يستر دي. يبقى في افعال نحولها الماضي. يبقى تتحول لهاد. كده احنا عرفنا كمان ازاي نحل على القاعدة بتاعة الماضي البسيط ولو جات لي في سؤال هنقدر نحل بسهولة جدا ان شاء الله. طبعا عندي قصة بعنوان القد او رأى القد وصندوق الذكريات في بداية القصة انظر هذا هو شارعي. وخلي بالكم حرف دي هنا سايلانت سايلانت ما قلش جراند با لأ جرانبا جرانبا يعني جدي كان متحمسا جدا وي وير يعني كنا في القرية حيث كبر معناها هي بالقرب من يعني تمثال ميمون وطبعا عندما وجود في الأكثر جدي قليبا يعني الدنيا كانت هادية جدا عندما كنت أعيش هنا طبعا اللي قال الكلام ده هو الجد يوجد الكثير من الزائريين من كل أنحاء العالم وهذا هو المكان الذي كان يعيش فيه صديقي وكنا بنلعب كرة القدم في هذا الشارع ولم تكن هناك أي سيارات حينئذ في ذلك الوقت بدأ ينظر الجد يمينا ويسارا وعبر الطريق الطريق كان به الكثير من الشاحنات والزيارات وهذا هو المكان الذي كنت أعيش فيه المكان كان ما فيهوش أي منازل ولا حاجة هو كان فيه بيت أو كان عيش فيه لكن البيت تهد بقى وما بيش فيه أي بيت كان فيه حشائش حشائش وأعشاب وشجرة كبيرة أنا أتساءل ده كان من من سنوات عديدة منذ سنوات عديدة نظر الجد إلى الشجرة نظر الجد إلى الشجرة ومشى إلى الشجرة نظر إلى الأرض ثم بدأ في الحفرة وبدأ في الحفرة وسحب منه سحب من الأرض صندوق معدني قديم بمجرد بمجرد مساحة بالصندوق بقي فيه بيجرد يعني ابتسامة كبيرة عريضة على وجهه قال له بقي فيه انظر قال له كان جدا كم تحمس 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 جدا كان عمرنا 8 سنين عندما دفنا هذا الصندوق كلمة بري بري يعني يدفن كم تحمس جدا كم تحمس جدا ونزر إلى الشجرة هيا نجلس وننظر ما بداخل الصندوق يس بليز آه يا سيد آه يا سيد آه لدي الكثير من الفضول أنا فضولي عايز أعرف إلي جوا الصندوق كم تحمس جدا كم تحمس جدا كم تحمس جدا كم تحمس جدا وقت الكلمات أول كلمة عندنا كيوريوس 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 يعني فضولي كيوريوس بعدها ستريت شارع غراس عجب ميتل باكس ميتل باكس ميتل باكس ميتل باكس يعني صندوق معدني ممكن طبعا ننطعب بالامريكان ميدل ميدل باكس زائرين غرامبا غرامبا جدا غرامبا وحرف âدي بقل غرامبا ميمري 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 زاكرة أو زكرى village 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 قرية digging 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 حفرة نعمل دي التاني في عندنا excited excited متحمس quiet 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 هادئ right 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 يعني يمين الجي اتش silent to rock to rock to rock شاحنة rude 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 طريق space 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 فراغ smile 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 يبتسم story 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 قصة ground 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 ارض say sad say معناها يقول الماضي منها sad قال cross 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 يعبر wonder 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 يتساءل بري 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 يدفن pull out pull out pull out يسحب dag dag يحفر الماضي منها dog من الأفعال الغير منتظمة find يجد found وجد feel يشعر felt شعر grow up grow up ينمو أو يكبر تعرفنا مع بعض على كل الكلمات المهمة الموجودة في listen to now time for another question read and complete the text with the words in the box يقول لي اقرأ وأكمل الفقرة أو النص بالكلمات الآتية الكلمات اللي عندنا جماعة في عندنا كلمة bold smile digging excited face بصمعها الفقرة بتقول ايه grandpa walked to the tree he looked at the ground then he started نقط نشوف بقى الكلمة المناسبة من فوق he knocked out an old metal box he had a bag not on his face on his face he was very not كاي ياريت نقف الفيديو ونحل الفقرة دي وبعدين نرجع نتأكد من الإجابات now time for the answers وقت الإجابات في البداية بقول لي grandpa walked to the tree يعني ماشى ناحية الشجرة إلى الشجرة he looked at the ground ونظر إلى الأرض انترجم كويس انترجمها تساعدني then he started وبدأ ايه اوه وابص على الأرض هيعملي في الأرض هيحفر يبقى he started digging digging الحفرة بدأ الحفرة he started digging he knocked out an old box الكلمة اللي بيجي معها out هنا pulled out سحب pulled out he pulled out سحب old metal box صدوق معدني قديم he had a bag on his face على الفيس بتاع وممكن يبقى في ابتسامة عريضة bag smile bag smile on his face he was very وهيبقى طبعا excited متحمس this is the end of the video I hope you enjoy the video don't forget to subscribe the channel and like the video ما ننساش يا جماعة الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلنا كل الفيديوهات الجديدة اولا باول طبعا هيبقى في عندنا شرح لمنهج الفصل الدراسي التاني وهيبقى عندنا كمان مراجعات للاختبارات واسئلة كتيرة جدا كاي واهم في كل فياريت نشترك ومفعل الجرس ولو عجبكم الفيديو ممكن نعمل لايك للفيديو وانشار الفيديو الأصدقاء كاي thank you again for watching والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته